سيطرت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات دعم الشرعية على مواقع جديدة بمديرية باقم في محافظة صعدة وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني نفذت عملية هجوم نوعية على مواقع تتمترس فيها ميليشيات الحوثي الإنقلابية في باقم وسيطرت على التباب والمرتفعات الجبلية الواقعة بين غرب سلسلة جبال الطير والجوهرة وشرق مركز المديرية وقال المصدر أن العملية أسفرت عن مصرع أركان حرب الميليشيات في اللواء 103 ومقتل العشرات وجرح آخرين وأسر ثلاثة عناصر من بينهم قناص بكامل مقتنياته فيما لاذا البقية بالفرار مشيرا إلى اغتنام الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإعطاب مدرعة والسيطرة عليها